أخبرنا وأخبرنا مع فريق سيدات كرة اليد في النادي الأهلي اللي كسب نادي 6 أكتوبر بنتيجة 38-19 مباراة قوية جدا اتلعبت في صارة الأمير عبدالله الفيصل في النادي الأهلي وكان مباراة قوية جدا بين الطرفين وقدرنا نكسب المواتش 38-19 عندنا بنكمل أخبرنا في كرة اليد ونروح للدولة الأوروبي الدوري الأوروبي برشولونا وبرتو برشولونا طبعا عارفين أن كابتن علي زين لعب النادي الأهلي السابق متواجد في برشولونا اتعادل مع نادي بورتو البرتغالي بنتيجة 33-33 دي منافسات الجولة الستة في دوري أبطال أوروبا علي زين شارك في المباراة ما شاء الله عليبي شارك سنة سنة أنا شايف أنه لسه ما دخلش مع الفريق زي ما احنا عايزينه لكن هو الحمد لله ربنا كرمه وسجل هدفين فيه مع الفريق البرتغالي كانت مباراة قوية جدا مع الفريق البرتغالي يخلي بالكم أن البرتغال في كرة اليد دلوقتي من الدول الكبيرة في العالم فالبرتغال فرق قوية جدا عندها ناشق رشئين وشباب طلعين في بطولات العالم الأخيرة في التالت وصلوا للمربع الزهبي في البطولتين فالفرق عندهم فعلا عندهم اسلوب فني كويس جدا وليهم مدرسة خاصة بالفريق البرتغالي هتروح للمواجهة المصرية التانية في دوري أبطال أوروبا بين نجمين ممدوح حاشم وأحمد خاري مع دينما بوخارست ويحيى خالد مع نادي فيزبريم ووراه غريبة أن فيزبريم يخسر 29 و21 في الجولة السبعة الغريب أن النادي فيزبريم عنده لعيبة في كرة اليد من كل أنحاء العالم أقوية جدا بس النهاردة أن يطلع أن نادي دينما بوخارست طبعا أكيد فيهم نجوم ويكسبوا بفارق 8 أهداف الفارق كبير الفارق مش سهل وقدر نادي دينما بوخارست يكسب 29 و21 يحيى خالد سجل 3 أهداف ممدوح حاشم سجل هدفين نروح لفريق التنس طولة في النادي الأهلي للرجال اللي فاز على نادي ألعاب دمانهور في صالة النادي الأهلي كسب 3-0 في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لعيبة النادي الأهلي قدمه مباراة قوية جدا أمام النادي دمانهور وده بيوصل سلسلة انتصاراته وماشاء الله عليهم ماشيين في يعني عروض قوية جدا 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 وكان برضو كان النادي الأهلي فاز على 3-0 على نادي جمعية شبان المسحيين وده المباراة الثانية كان وأسوان نفس الكلام مثل النادي الأهلي في الرجال كابتن عمر بدير وكابتن شادي مجدي وكابتن محمد البيلي اللي ماشاء الله على مستواهم وماشيين كويس جدا في ماتشاتهم نروح للتنس ونسيب التنس طولة ونروح للتنس ومحمد صفوة اللي جبنة الكبير بيتقدم خمس مراكز بيوصل المرتبة في الترتيب العالمي أو رابط المحضرفين التنس المية وتمانين المية وتمانين ده شيء مهم جدا لي لأن فعلا الأرقام يعني هو ماشي المقدمة إحنا وراه لازم يطلع لقدامه وإن شاء الله يخش المية قريب وبإذن الله يعمل زي ميار شريف اللي تراجعت مركزها للمركز الـ 65 كانت دولة 64 تراجعت مركز واحد ونزلت الـ 65 عالميا والتصنيف الثاني عربيا وافريقيا لكن نجمة العرب ونجمة تونس أنسي جابر بتتقدم مركز كانت المركز الثامن وصلت المركز السابع عالميا رسميا بنقاط أو إجمالي نقاط 3455 نقطة ده آخر تصنيف لأنسي جابر أنسي جابر ماشي بخطة سابتة جدا آخر تصريحاتها أو خلال تصريحاتها العامة إن هي عايزة توصل للرقم واحد ورايب نخلي بالكو إن أنسي جابر هي الوحيدة في العالم العربي أو الأفريقي اللي وصلت للمرحلة دي خلينا في العالم العربي نعتقد أن كان فيه أمريكان أفرقى وصلوا للمرحلة دي لكن خلينا للعالم العربي أول مرة توصل في العشرة أوائل سيدات أو رجال ده شيء مهم جدا نتمنى لها التوفيق لأن ده حاجة فخر لنا كلنا على المستعيد العالمي ده شيء مهم هنسيب باقي التنس وهنروح للمصارعة وبطولة رواد المصارعة اللي كانت أقيمت فيه اليونان خلال شهر إكتوبر الجاري مصر لعبة البطولة بأربع لعبين مصطفى النمر صلاحة يمارة محمد عبد النظير وأحمد سعيد مصر حصدت ست مديليات متنوعة في البطولة دي ست مديليات بواقع تلاتة دهب واثنين فضة وواحدة برونز المدينة الدهبية كانت بنصيب مصطفى النمر اللي اتتوج بدهبيتين في المصارعة الحرة والرومنية ما شاء الله مصطفى النمر النجمين الكبير خد مديليتين صلاحة يمارة منافسات المصارعة الرومنية والفضية كانت من نصيب صلاحة يمارة منافسات الحرة ومحمد عبد النظير وآخر مديليا عندنا البرونزية كان محمد عبد النظير في منافسات الحرة هنسيب المصارعة ونروح لأبطالنا في الكاراتي ومنتخبنا الوطني منتخبنا الوطني في الكاراتي والترتيب العام في بطولة العالم في المجر بطولة العالم دي اللي هي عفوا بطولة البحر المتوسط اللي أقيمت في قبرص عفوا من الفترة من 21 ل 25 أكتوبر مصر توجد بـ 25 مدليا متنوعة ما شاء الله على أولادنا الشبابنا وبناتنا وهم طالعين فعلا بيدون أمل جامد جدا في الأولمبيات اللي جاية وبطلاط العالم الكبير نحن حق المدليات تخيلوا 25 مدليا في البحر المتوسط معاهم لعيبة كلها من أوروبا ونتوج بعشر مدليات ذهبية وستة فضية وتسعة برونزيات بجد لعبتنا تفوقوا تفوق كبير جدا داخل البطولة دي وكان أول يوم تفوقنا على المجر المجر هي المنافس لنا تفوقنا بإجمالي ست المجر هي جاية تاني بإجمالي ست مدريات متنوعة تلاتة فضة وتسعة وتلاتة برونزيات ده شيء مهم جدا هنروح للعبتنا دايما بنتابع لعبتنا المحترفين لعبتنا أو لعبينا المحترفين في كل المكان النهاردة هنقول خبر لازم نقول على سهيل وفيه في الكرة الطيرة كتلعبة الناد الأهلي في الكرة الطيرة والمحترفة حاليا في دوري جامعاتي الأمريكي في فريق يو اس سي الأمريكاني فاز مبارح بنتيجة تلاتة اتنين وجهت الأشواء بنتيجة خمسة وعشرين اتنين وعشرين وعشرين خمسة وعشرين وخمسة وعشرين واحد وعشرين وعشرين تمونتاشر ستاشر في مباراة صعبة جدا لكن الجميل في الموضوع ان بنتنا سعيلة وفيق عملت مباراة قوية جدا جدا وده كان شيء مهم جدا عملت مباراة قوية جدا وعملت 62 أسست عارفين يعني ايه 62 أسست في الفوليبول رقم كبير رقم كبير وهي كانت فعلا مباراة كان بيكلاموا عليها في كل السوشال ميديا ويقول لها يعني ان هي كانت بساعداهم جدا في مباراة مباراة